ميوس الاتحاد ولهلي أنت مو معاجبك دفاعهم لكن أو خلين نقول شكل المدربين الفنيين مو معاجبك دفاعيا طيب هذا ملخص اللي نقلتها طيب السبب الأدوات اللي موجودة ولا طريقة المدربين في الخلل الدفاعي الاثنين طيب وش دنب المدرب في الأدوات لكنه ما استطاعه مو دنبه الأدوات يجب أن تطوير الأدوات هذا جزء من الجزء ما تقدر تطور واحد بعد الـ 25 صعب شوي اختيار التشكيل الصحيحة ووقوف اللاعبين بالشكل الصحيح وأيضا وجود الحلول الدفاعية التي تبدأ من الثلث الهجومي في وسط الملعب أيضا لا يمكن أن تعتمد على أربع مدافعين فقط يواجهون تحولات هجومية ولاعبين مهاريين على مستوى كبير في الدور السعودي بدون ما يكون هناك نجاعة أو مهارة أو قوة في وسط الملعب من خلال لاعبين المحور أو من وسط اللاعبين الجنب اللي يجب أن يكون عندهم وجوانب دفاعية فبالتالي صحيح أن جودة اللاعبين في الاتحاد أقل من النادي الأهلي أو غير مرضي للعشاق الاتحاد اللي كان الاتحاد هو مصدر للاعبين المدافعين ولكن أيضا واجبات الدفاعية للاعبين الوسط وللاعبين الأطراف حقيقة أيضا محرجة للاعبين الدفاع لكفيه كل مرة يواجهون منافسين من اللاعبين على مستوى كبير من المهارة وبالتالي تجد شكل التنظيم الدفاعي ضعيف وأيضا الحلول الفردية حتى عند اللاعبين يعني أنا لا أذكر أسماء ولكن لما تجي القدرات الدفاعية تبان في المانتومان الارتقاء الكرات العرضية التي تستطيع توزيع اللعب بناء الهجمة هذه أيضا حقيقة جزء منها يتحملها المدرب في سلوب اللعبة شكرا للمشاهدة